لمن زار راقياً أو معالجاً وأخبره أن لديه شيء فصار مقتنع الآن نفسياً عنده إشيء أنا مثلاً في داخل جن أو أنا ربط لي عمال أو صنع لي تفريق بيني وبين أهلي أو بيني وبين شريك وما شبه كيف يمكن الآن أن يعود إلى حياته الطبيعية من جديد؟ هو الآن يتعامل فعلاً وكأنه مريض بهذا الدار تتعامل واحد امرأة تتعامل مع الجن فجاءتها امرأة تشكو لها أن زوجة لا يحبها وتخشى يطلقها فشوف شو أمرتها زكية جداً هي قدت الأول شيء تنظفي تمام نظيفة درجة أولى والبسي أجمل سيابك أمامه وهي له الطعام بالوقت المناسب حكيتنا شيء ثلاثين نصيحة طبقتهم أم حبة كتير أمت من جهلة شهمت أنه ما حبته إلى نادجة من توجيه المنجمة قالت لها اعتني بهندامك وتنظفي وهيئل وأكله بوقت المناسب حكيت لها أسباب السعادة الزوجية فهي سعدت بزوجها فالأمور موجودة بالشرع موجودة أي مشكلة في سبب إلغي السبب يذهب العجب وأبدأ بسؤال الأول هل هناك وجود للجن في حياتنا كإنس أم لا أخي الكريم بارك الله بك الحقيقة الأولى أن هناك عالم الغيب وعالم الشهادة عالم الشهادة الحياة التي نعيشها الكواكب الأرض البحار السهول الجبال الحيوانات النباتات الأطيار الأسماك هذا الواقع هذا عالم الشهادة ترى الشيء بعينك الله عز وجل في عالم الغيب غاب عننا نحن لا نرى الآن مصير مصير الإنسان يا ترى الله أخبرنا عن الجن أخبرنا عن النار أخبرنا أخبرنا عن الجن فالجن إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم وكذلك الملائكة الإيمان بالجن والملائكة إيمان إخباري نعم نحن في عنا يقين حسي واحد يقين عقلي يقين إخباري اليقين الحسي أذوات اليقين به الحواسر الخمس واستطالاتها فالتليسكوب استطالي للبصر والميكروسكوب استطالي أيضا التليسكوب لأشياء البعيدة بيقربها والميكروسكوب الصغيرة بيكبرها فأنا أستعين بالميكروسكوب والتليسكوب وهذان الجهازان هما في الحقيقة استطالة لحاسة البصر وممكن أن نرى الشيء بالأشيعة تحت الحمراء فالإنسان بعقله وبعلمه وتفوقه استطاع أن يصل هذه الحواس بامتداد باستطالة لكن كل هذا العالم المادي هو عالم الحس لكن أحيانا ترى دخان وراء الجدار وأنت بحسب ثقافتك تقول لا دخان بلا نار فأنت موقن بوجود النار لا بعينك لكن بدليل لأنه لا دخان بلا نار أنت استنبطت أن هناك نار وراء الجدار رأيت دخانها هذا عمل العقل كله العقل يستنبط من الآثار المؤثر من الخلق الخالق من التسير المسير من التربية المربي فأنت لا ترى ذات الله أبدا ترى آثار أعمالها آثار نعمها فالإمام بالله يدخل في هذا القسم الأقدام تدل على المسير والبعرة تدل على البعير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلاني على الحكيم الخبير ملا والله إذن دكتور ونحن نتحدث عن الجن إذن النظر الشرعية أن الجن موجودين لكنهم لا نراهم نعم لكن لا نراهم لكن موجودين مثبتين لا يستطيع أحد أن ينكر وجودهم كيف أثبتنا وجودهم القرآن الكريم إخباري الله لنبه فقط دليل إخباري مو دليل يقيني نعم عفوا مو دليل حسي نعم ولا عقلي نعم عقلي أثار أثار لا نراها لكن لا صح لأحد أن ينكر وجود الجن أبدا لأن ربنا في القرآن الكريم ذكر وجودهم قد أخبر هو أعظم مخبر هو الله ونعم أبدا طيب تفضل دكتور وقلت أنه لكن يعني لا نراهم هل هناك تعامل بين الإنسان وبين الجن دكتور نعم أولا الإنسان له قريم من الجن ممكن نوضح المفهوم بوسط له قريم مرافق مرافق من الجن يوسوس له دائما للمؤمن وله قرين من الملائكة يلهمه الصواب دائما فأنت بين توجيهين توجيه ملك توجيه جن وأنت مخير وجود كائن يوسوس لك وجود كائن آخر يزيل لك العمل الصالح أنت أمام دافعين يعني من أجل التحرك الله جاء بك إلى الدنيا كي تتحرك لو واحد أمد مين بيحركه سلبيا الشيطان وإيجابيا الملك فإنسان لما وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان دقيق لا يمكن لا يمكن ومستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يكون للشيطان علينا سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل سؤال لو واحد يرتدي سياب غالي جدا 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 بيضاء وأرقى أنواع الأحذية والقمصان سيابه شغل كبير كثير وفي حفرة فيها مياه سوداء مياه مجاري ونزل بهذه الحفرة ثم ذهب ليشتكي على إنسان قال له القاضي هو دفعك إليها قال له لا والله لا لا ما دفعني قال له هل حملك وأنزلك فيه قال له لا والله لماذا تشتكي عليه قال له لأنه دعاني أن أنزل فنزلت هذا إنسان وينما كانوا بمستشفى المجانين وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل لذلك أي إنسان يرتكب المعصية يتوهم وهم أنه قدره سيدنا عمر رأى شخص شارب خمر فقال أقيم عليه الحد قال له والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال عمر رضي الله عنه عملاق الإسلام أقيموا عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله لويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار بتمنى بلغ إخوة المستمعين أي وهم يتوهمه الإنسان أنه الله قدر على الإنسان المعصية هذا كفر بعينه الله عز وجل خلقنا ليرحمنا قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقنا ليسعدنا خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض خلقنا لسعادة الأبد لما الإنسان بيقصر وتغلبه شهوته على عقله ويرتكب المعصية بيكون دفع سمنة فمثلا الجامعة أنشئت للتعليم أنشئت لتخريج قادر الأمة والمناهج معقولة وضمن الإمكانية المتوسطة والأستاذ موجود والكتاب موجود وطالب ما نجح لا يعزى عدم نجاحه للجامعة يعزى له فقط الله يفتح لك يا دكتور إذن الجن موجودون لا ينكر وجودهم لكن بالنهاية ما لهم من سلطانا على الإنسان الدليل وما هم بضررين به من أحد إلا بإذن الله طب ونحن هنا بنا نتوسع دكتور حضرتك ذكرت أكثر من مصطلح ذكرت مصطلح القرين وما فهمت على فضلتكم وهو من الجن من عالم الجن ويرافق الإنسان لا نراه لكنه يوسوس يوسوس بالشر أو بالخير لا بالشر طبعا دائما بالشر نعم يعني القرين دائما القرين الملائكي بالخير يعني الإنسان له قرينان نعم إنجاز التعبير نعم مرافق ملائكي ملك معه نعم ومعه جني بوسوس له نعم فهذا الجن يوسوس له بالأعمال السيئة نعم والملك يحثه على الخير نعم هذا دائما في كل حالات نعم نعم عشانك إنسان حيث تشعر أنه بين خير وبين شر في نفسه الداخلية هذه قد تكون وسوسة مرافقيه من الملائكة ومن الجن طبعا ما الفرق دكتور بين الملاك وبين الجن وبين الشيطان الشيطان منصب هذا زعيم الجن الشيطان آه الشيطان منصب أما لكن عفر الشيطان هو من الجن من الجن أما الملائكة هو كائن مختلف عنهم نعم الله عز وجل حينما عرض الأمانة في عالم الأزل على السماوات والأرض والجبال السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون نعم والكون ما سوى الله فحينما عرض الأمانة شو الأمانة يعني عرض الأمانة على كل الخلائق نعم نحن في عنا عالم الذر عالم الذر هو عالم الأزل يعني شايف المخلوقات كلها هذه قطعة الحديد هي نفس لكن نفس من نوع معين الذر نفس الذر نفس فكل شيء الله خلقه نفس وعرض عليها الأمانة أن يمكن الإنسان أن يتولى إدارة نفسه فأبينا أن يحملناها الخلائق وأشفقنا منها وحملها الإنسان الآن في عنا فريق من المخلوقات في عالم الذر قبل حملة الأمانة فلما قبل حملة الأمانة جاء الله به إلى الدنيا في الدنيا أعطاه شهوات وأعطاه عقل أعطاه منهج في شهوات قوى دافعة وفي عقل مقود وعطاه الشهوات قوى دافعة والعقل مقود وعطاه طريق هو الشرع الآن كان سيارة فيها محرك هي الشهوة وفيها مقود هو العقل وفيها طريق معبد هو الشرع مهمة المقود أن يبقي السيارة على الطريق المعبد الذي هو الشرع فأنت معك عقل ومعك فطرة ومعك نفس معك جسم هذه خصائص الإنسان عقله جهاز كجهاز الكمبيوتر ونفسه هي ذاته من فلان نفسه نفسها المؤمنة الكافرة الصالحة الصالحة الطالحة الأخلاقية سيئة الأخلاق هي النفس هي الأصل قد أفلح من زكاها عرفها بربها اتصلت به طهرت من كل الأدران سمت إليه بأخلاقها وقد خاب من دساها أغرقها في وحل الشهوات والمعاصي جميل إذن دكتور الملائكة هم خلق من خلق الله الملائكة منفصلون عن الجن الملائكة أعطاهم الله عقلا قالوا كلمة سيدنا علي ركب الملك من عقل بلا شهوة ركب الحيوان من شهوة بلا عقل ركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان فالإنسان المخلوق الأول الإنسان المخلوق المكرم الإنسان المخلوق المكلف نعم جميل والإنسان متفوق نعم أنا أتأكد أنه فهمي واضح دكتور للفرق بين هذه المخلوقات إذن الملائكة مخلوقاتهم عقل بلا شهوة أوجدها الله سبحانه وتعالى تختلف كل الاختلاف عن الجن اختارت الطاعة من دون تبعات جميل الجن دكتور فيه مؤمن وفيه كافر مين الجن أي نعم الكافر من الجن يسمى الشيطان طبعا نعم يعني كل جني كافر شياطين الشيطان ليس بالإنسان كما نعم شياطين إنسوا الجن نعم لكن أقصد من كفر من الجن فهو شيطان يوسوس بالسوء نعم ومن آمن من الجن ماذا نطلق عليه دكتور الجن مؤمنون الجن المؤمن وقال نفر من الجن نعم استمعوا لي هذا القرآن نعم إنا سمعنا قرآن العجبة نعم دكتورنا الكريم لابد من طرح سؤال بغاية الأهمية هل يستطيع هذا الجن أن يؤذي الإنسان وهل يمكن أن يتلبس الإنسان ويدخل في داخله الجواب دكتور بعد أن تحدثنا عن الملائكة وعن الجن وعن القرين وعن أنها حقيقة أوجدها الله وأن الإنسان طالما أن الله أخبرنا بوجود الجن فلابد له أن يؤمن غيبيا بوجودهم الآن دكتور بعض الناس يتحدث عن موضوع التلبس وبالعامية يقول لك فلان راكبوا جني لابسوا جني فحتى بعض الذين يرقون في القرآن الكريم يتحدثون أنه يعني مع الجن من خلال الإنسان ويضرب وضرب شديد ويقول أنا ما بضربك بضرب الجن اللي في داخلك ما حقيقة هذا الأمر شرعا؟ أولا الجن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذن الله نعم الدليل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قرآن هذا سيدي نعم بتركل بقدمك ما اليوم معلومة خلاف المعلومة طبعا بتركل بقدمك ما اليوم معلومة خلاف هذه المعلومة الشيء الثاني وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان في أوضح من هيك إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل يعني إذا سلم الله أمرك إلى شيطان لا سمح الله أو إلى جني أو إلى قوي من بني البشر لا يستحق أن تعبد الله لقوله تعالى إليه يرجع الأمر كله فعبده نعم هذه الآية أصل في هذا الموضوع لو أسلمك الله إلى غيره لا يستحق أن تعبده أكد لك فقال إليه يرجع الأمر كله ويمكن دكتور في هذا الفلك صباح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 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 من عملك عليك من شهوتك عليك من معصيتك لكن الجن ما إلو سلطان علينا دكتور أبدا أبدا يعني ما نخاف من شان نرتاح إليك رب واحد إله واحد هو الضار والنافع هو الضار والنافع هذا الشيء بريحك طب ما الذي نسمع عليه فضل سيدنا لو فرضنا في وحوش كاسرة وخيفة من شهر لم تأكل شيئا والوحوش هي بمكان وألقينا في هذا المكان إنسان يؤكل بلقمتين لكن كل هالوحوش هي مربوطة بأزمة محكمة بيذ جهة هذه الجهة عادلة ورحيمة وقديرة هذه الجهة لو ألخت زمام أحد هذه الوحوش لوصل لهذا الإنسان وأكله لكن إذا كان هذا الإنسان علاقته طيبة مع من يملك هذه الوحوش ما عنده لا مشكلة فكيدوني جميعا تحدي سيدة داود ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة أي شيء يذب على وجه الأرض النملة دابة والزرافة دابة وحوط الأسود دابة والأسود دابة والوحوش دابة ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم حينما تأتي على مع الذات الإلهية معنى ذلك أن الله بذاته العلية ألزم ذاته العلية بالاستقامة إن ربي حينما تأتي على مع لرض الجلالة إن ربي على صراط المستقيم وكفى بالله لذلك الطمأنينة أكبر ثمر للإيمان علاقتك مع واحد هو الله نعم إن أحسنت لخلقه وأطعت أمره وحفظك طيب دكتور عفا كسؤال وكجواب واضح من فضلاتكم هل يمكن للجن أن يتلبس الإنسان وأن يسكن في داخله طبعا إذ رأاه غافلا لكن حينما يراه غافلا لا يستطيع الجن أن يصل إلى الإنس إلا عند الغفلة إنا وجدناه غافلا طيب إذا وجده غافلا ما الذي يحصل دكتور يوسوس له نعم ويزين له النعصية هذه الوسوسة نعم عن موضوع التلبس دكتور إنه أحيانا نقول لك إنسان يتحدث لكن هذا ليس صوته هذا الموضوع أنا لا أحب أن أمضي فيه طويلا في حوله خزع بلات كثيرة نعم هذا الإنسان منكم هذا الإنسان إذا كان غافل عن الله عز وجل الشيطان يوسوس له نعم يعني يتلبس به لعل أنه معنى أوسع بمعنى أنه كل حركة وكل سكنة وكل كلمة من الشيطان نعم أما ما بدأ أنه إنسان يتحدث وليس هو ويفعل ولا يدر ما يفعل شيطان هذا الشيء أنا ما دخل ببرنامج الدعوي نعم كل شيء ما له دليل قطعي من الكتاب والسنة أنا أفضل ألا نخض به إطلاقا تمام تمام طيب دكتورنا الكريم الآن في موضوع العمل والشعوذة وما شابه بعض الناس إذا أراد أن يضر إنسان أو يفرق بينهم يصنع له عمل ونعرف أنه يتعامل مع الجن هل لنا بتوضيح هذا الملف ملف الشحوذة وأشعوذ عفن والسحر والعمل الجن في حالة غفلة الإنسان لهم عمل يفرقون بين المرء وزوجه طيب ما شممكن يفرق بين زوج صالح وزوجة صالحة لا مستحيل وألف ألف مستحيل طوال ما لك صلى الله أنت محصن كلامي دقيقة أنا هو كلام خطير ما دمت موصول بالله أنت محصن أنت في حصن حصين نعم طيب ما الذي يحصل دكتور كيف تتم قصة الأعمال والشعوذة والسحر ساحر يعني يسجد لجن فيخدمهم ما الذي يحصل الدكتور إن الجن يعينون السحرة فمن سحر فقد كفر فإذ كان الساحر عنده رغبة كبيرة بإضلال الناس يستعين بالجن والجن ما بيقدر يصل للإنس إلا بغفلة الإنس نعم إذن دكتور موضوع الأعمال والربط والتفريق والكذا هل هو موجود؟ والله يا أخي هل معلومات الكثيرة جدا والله تحتاج إلى تأصيل تأصيل لا أنا أتمنى على الإخوة المستمعين هذا الدين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا موضوع الجن إذا ما في تأصيل ما في دليل لا تقبل به وأنا بتمنى على الإخوة المستمعين هذا الدين خطير جدا لا تقبل شيئا في الدين من دون دليل ولا ترفض شيئا إلا بالدليل بس في وسوسة مجتمعية عن كثير من الناس أن هذه البنت لم تتزوج معمول لها عمل لا فلان مثلا لم يوفق بهذا الشيء مو صحيح والله مو صحيح صنع له حجاب وما شاء والله مو صحيح الله وكي لك لا تؤمن شيخنا أنا لا أؤمن وجهة نظرك الشخصية دكتور محمد لا لا معي أذلي نعم أنا أرى أن الله إذا أسلمك إلى جهة ما جن إنس ساحر إذا قوي ظالم طاغي إن الله إذا أسلم عبده إلى جهة ما وترك لهذا العبد أن يتصرف ما عد الله إله إليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه في الطرف المقابل دكتور يقول لك البعض الذين يدافعون لا أن هناك عمل وحجاب وقل لك طيب الإنسان يستطيع أن يضر إنسان يعني الآن في بعض الدول هناك جيوش تتحكم في شعوبها وتقتلها وتفعلها وتشاء وكذلك هذا العالم لا تتحرك إلا بأمر الله ولا تنفذ إلا خطة الله أبدا 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 هذا الدين إذا الله أسلمك إلى غيره جيش اكتساح وتهديم وقنابل كله ضمن العلم الله عز وجل عندها لا بها عند مشيئة سمح الله بوقوعها نعم نعم طيب هل الآن يمكن أن يقع أذى من الجن للإنسان ويسمح الله به ولا مبدأ أصلا أن يضر الجن للإنسان غير وارد دكتور ممكن يضر الجن للإنسان الغافل فقط نعم وطبعا ويسمح الله بذلك أحد نتائج الغفلة تسليط الجن على الإنسان نعم ولو شاء شوف لسلطهم عليكم أما مبدأ دكتورنا أنه العمل والحجاب والرابط وكذا وكثير من الناس تتوقع أنه كثير من أمورها المعطلة في الحياة بسبب هذه الأمور أو حذاء طفل صغير وراء السيارة كلها تروهات وكلها أباطيل هل تدخل من باب الشرك دكتور خرز الزرق وكذا التي ترد العين والعمل وما شابه تدخل من باب الشرك في هذه القضية أما أنت شيخنا لا تؤمن كثيرا بوجود العمل والحجوب لا أؤمن أصلا لا تؤمن بها دكتور أنا مؤمن بطاعة الله في إله أمرني افعل ولا تفعل نعم أنا لما طبقت أمره تولى حفظي نعم إن الله يدافع عن الذين آمنوا تولى الدفاع عني الله عز وجل نعم نعم طيب دكتورنا الآن بعض الأشخاص الذين يذهب فيهم إلى الرقية الشرعية ويكون يعالج فيه بقول لك هذا في داخل جن يتحدث عنه ويفعل عنه كذا هل هذا شيء وارد دكتورنا النبي رقى الرقية واردة بالدين الرقية واردة نعم تحصين من الله نعم تحصين دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طيب هل الرقية دكتور هي للعلاج أم أنها للوقاية وقاية وعلاج يعني تحصينا أم علاجا تحصينا وعلاجا نعم نعم شوف كل شيء النبي شرعه أبدا قطعا صحيح ومفيد مية بالمية نعم طيب موضوع دكتور المس أن يمسى الجن الإنس يعني هل هذا أيضا وارد دكتور وارد المس ما المقصود به دكتورنا حالة عالية حالة عالية من تدخل الشيطان في حياة الإنسان لكنها عفوا تبقى دكتورنا تحت بند الوسوسة طبعا لكن مستوى عالي ولا أكثر من ذلك لا إذا مسهم طائفوا من الجن تذكروا فإذا هم مبصرون علامة المؤمن عنده حساسية لما بيجي خاطر سيء كأنه الشيطان هو وسوس له إذا تحرك حينفذ الخاطر المس أخذ وضع عملي إذا تذكر نفذ نعم ما أفهم حتى تكد دكتور فهم حضرتكم تماما أنت ترى أن علاقة الجن بالإنسان هي تقتصر على جانب الوسوسة أبدا لكن لا تتعدى أنه مثلا يسيطر علي وعلى حركاتي وفعلاتي وصوت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم في أوضح من هيك في آية أشد وضوح من الآية هي وما كان لي هي ما كان أسيدي باللغة بليغة جدا مثلا لو سألناك هل أنت جائع تقول لا فقط نفيت الحدث لو سألنا واحد كما أنت إن شاء الله مستوى عالي من الإيمان نسأل الله ذلك هل أنت سارق بقول لك لا فقط بقول لك ما كان لي أن أسرق هي ما كان لي بتنفي عشر أفعال نعم لا أفعال ولا أرضى ولا أقبل ولا أغطي ولا أسكت ولا 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 يعني بالتعبير المعاصر مستحيل وألف ألف مستحيل نعم وما كان لي عليكم من سلطان نعم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نعم موضوع التفريق بين الأزواج دكتور ورد ذكره في بعض النصوص الشرعية نعم كيف يتم التفريق بين الأزواج وعلى أي أساس بوسوسلة مثلا تهمل حالة أمامه بكرها تزيين لغيره هي وسوسة بأبها زينة أبها مكياج لغيره لضيوف لطريق نعود لنقطة الوسوسة وسوسة نعم بس مش أنه دكتور عفوا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بالوسوسة فاستجبتم لي فلا تلوموني لكن فكرة دكتور أنه مثلا والله وضعوا لذلك الرجل شيء في شرابه فما عنده يحبها بعد اليوم مهما فعلت من خير والله كل الكلام يقدمك الله وكي لك كله مرفوض عندك هذا الكلام عندي وعنده الشرع سيدنا نعم القزعفا من ناحية الشرعية ترفضه دكتور أبدا بل يريح الناس لك ما في إلا الله لك عاملوا فقط عاملوا فقط بيحميك بدافع عنك لا في شيطان ولا في وسوسه ولا في جن ولا في شمنوب نعم من يزورون بعض يعني الأشخاص الذين يرقونهم دكتور بيقولوا أنت معمول لك عمل أنت عندك ربط أنت عندك حجاب ولن تتزوج حتى يفكر ربط ولن تتزوج فلان حتى تتعالج أنا ما عندي يقين بهذه الأشياء أطلاق نعم طيب لو شعر إنسان دكتور أن حياته معطلة يعني مثلا فتاة كلما يتقدم شاب لخطبتها مثلا دائما تنتهي الأمور بمصيبة مثلا تكرر ذلك عشرة خمسة عشر مرة متتالية بتتقرب لأ الله بصدقة والصدقة تقع في يد الرب في يد العبد في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقير نعم أنا عندي هالنقطة بتقرب إلى الله بصدقة بعمل صالح بنية طيبة نعم الله يفتح لكم يا دكتور ننتحدث أكثر في موضوع العلاج وكيف إنسان إذا ما شعر بضر أو بأذى أو بوسوس داخلية كيف له أن يقوى عليها بعد أن نقف مع فضلتكم ومع مسلمين الكرام إلى هذا الفاصل ونعود معا لنتم حلقتنا مع فضلة العلامة الأستاذ دكتور محمد راتب النبلسي وحدثنا عن عالم الجن عبر أثير إذاعتكم حياتهم مع فضلة العلامة الأستاذ الجن والمس والسحر وما شبه من هذه القضايا دكتور إذا شعر إنسان أنه غير موفق في حياته الآن تفضلت وذكرت لنا نصيحة أن يتقرب من الله وأن يتصدق هل الرقية مثلا أن يحافظ عليها يمكن أن كان في شيء غير موفق بحياته الجواب من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة متوهم الله ضده ما بتوفى وإما تحرك في باب مزدود من كان يظن يعني يتوهم ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة دقيق فليمدد بسبب إلى السماء يتصدق يعمل عمل طيب يقدم خدمة لإنسان يعمل عمل يرضى الله عنه به فليمدد بسبب إلى السماء ما بكفه ثم ليقطع بعضهم قال يقطع كل معصية باستقيم وبيتقرب إلى الله ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ هاي الآية أصل بالموضوع حيث مرتاني من كان يظن اللي ينصره الله في الدنيا والآخرة لك أنا ما لي موفاء أنا ما لي حظ مسكين هاي البنت ما لحظات بتكون متبرجة عند غيبة عند نميمة عند كبر طب هنا سيدنا اسمحني قد تكون صالحة ومتدينة ومحجبة ولم يعني لم توفق إلى الخير متدينة وصالحة ترضى بقضاء الله وقدري يعني إذا لم توفق مثلا بعمل ودراسة بزواج بقضاء الله وقدره في إله بس مش معناها أنه في حدا عملها عمله قاطع نصيبها أبدا أنا هذا إيماني سيدنا أنا أقول لك ما أعتقد دكتور على سبيل المثال في الشهور الماضية مع موسم الأمطار الشديدة وكذا في أكثر من دولة يعني عربية وإسلامية مع سيول الأمطار الكبيرة خرجت كثير من الأعمال التي صنعها بعض المشعوذين والسحرة من المقابر يعني طلعا سيم وعبارات مكتوبة على يبدو أنها أعمال وما شابه هل هذه الأعمال يمكن أن تضر الإنسان إذا عملوا له عملوا خبوه في قبر وبين العظام وما شابه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله إذا الله أزام بضره وكيف أحاول أحمي نفسي حتى يعني لا يأذن الله لهم بضرين أن أكون مع الله دائما مطيعا ومصليا نعم فيحميني ربهم سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا لكن هم يسيرون في مضرة الناس دكتور يعني هو عامل عمل ليأذن الناس وفي تعامل مع الجن لكن لا يستطيع أن يصل إلى هدفه يعني الله إذا سمح لإنسان أن يصل لإنسان سامحني بها الكلمة عند إذن لا يستحق أن تعبده حاشا وكله ألك إليه يرجع الأمر كله فعبده نعم نعم الله يفتح عليكم يا دكتور طيب الإنسان دكتور إذا الإله العظيم ما حصناك نعم إيش هو العبادة نعم كيف نحصن أنفسنا إذن دكتور يعني كيف نحصن أنفسنا من هذه الوساوس من السحر بطاعة الله شوف في عنا أولا طاعة الله عز وجل وقد عايش إنسان ببيئة غير مؤمنة عنده حاضنة غير صالحة نقول له يجب أن تكون مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين مع المتقين فما لم يكن لك حاضن إيماني ما بتقدر أنت مكلفة آمن واضطيع وأنت تعيش مع المؤمنين وربنا سبحانه وتعالى يتولانا في حقا نعم موضوع الرقة الشرعية وكونوا مع الصالحين نعم موضوع الرقة الشرعية دكتور مثلا وأن يضع الإنسان أو أن يقرأ سورة البقرة فهي يعني تخرج أو تطرد الشيطان من البيت ثلاثة أيام كما أعلمنا عليه الصلاة والسلام والفاتحة وقاية الكرسي هاي كلها من آيات الترقية نعم يعني بدنا نصائح منك دكتور للناس كيف نحصن أنفسنا من هذه المخاوف حتى لا يمسنا يعني سحر أو عمل أو كذا بدأ علم سيبي بدأ علم أنت لو فرضنا هل لبت المحرمة أي أنت عندك لبت محرمة نعم محارم هي ما فيها قملة محارم فقط نعم فإذا وحدك فيها قملة وأنت عندك يقين أن هي محارم فقط أنا لا أقبل شيء إلا بالدليل دين هذا سيدي دين مصير إنسان مصير أبدي سعادة وشقاء والله هناك خزعبلات وفي إضافات وفي أوهام وفي بذع والله ما أنزل الله بها من سلطان أنا هذا يشاهده بدك ترجع على أصل الدين نعم أما أصل نحصن أنفسنا الكتاب والسنة فقط نعم مثلا أذكار الصباح والمساء دكتور الصلوات الخمس متقنة نعم غض البصر نعم الدخل الحلال نعم الإنفاق الحلال تطبيق منهج الله شمولي بكل حياته نعم أدي الذي عليك وطوبنا الله الذي لك نعم وأنت في حفظ الله في رعايته سيدي من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة بس ما المقصود دكتور أنه في ذمة الله أو حديث النبي حفظ الله يعني لا يمس سوء أغلب الظن إلا لحكمة بالغة أغلب الظن السوء بمسه إلا أسأل إيجابي لصالحه يعني يكفيه أن يعلم أنه ليس غضبا ولا عقابا من الله فإذا مسه شر في حياته وعالجه في حكمة بالغة فهي لحكمة من الله أما أن ربنا يعفو عن كثير أنا بعرف شخص سيدي قصة قديمة كثير بوظيفة مدير سجن صالح جدا 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 ويدفع تل دخله للمساجين فقراء وتل دخله صدقات فطبعا إجت فترة آمو عزلو بلا أي ذنب طيب فبأثناء عزله تم إعدام 16 واحد فالله عز وجل يعني ما كان إعدامهم بسببه هو سبحان الله بعد يرجعو في حكم بالغة جدا لو دققت بأفعال الله شيء مسهل فإذا كان شيء بما سمعتك الله ببعدك عنه نعم فأنت في حفظ الله وفي رعايته ونعم بله رب العالمين يقصب وتفرانسا يموت المعاصر وقديمة كثير نعم الله يفتح لكم يا دكتور ويزيكم الخير إذن الوقاية هنا أن يربط الإنسان قلبه بالله وينتظم كما تفضلت على صلوات الخمس وعلى العمل الصالح وعلى الصدقة وعلى كذا ليحفظه الله من كل هذه المدار التي يتوهمها الإنسان في لحظة من اللحظات طيب دكتورنا الكريم الآن يعني لمن زار راقيا أو معالجا وأخبره أن لديه شيء فصار مقتنع الآن نفسيا عنده إشيء أنا مثلا في داخل جن أو أنا ربط لي عمال أو صنع لي تفريق بيني وبين أهلي أو بيني وبين شريك وما شبه كيف يمكن الآن أن يعود إلى حياته الطبيعية من جديد هو الآن يتعامل فعلا وكأنه مريض بهذا الدار لواحد امرأة تتعامل مع الجن فجاءتها امرأة تشكو لها أنه زوجة لا يحبها وتخشأ يطلقها فشوف شو أمرتها زكية جدا قالت الأول شيء تنظفي تمام نظيفة درجة أولى والبسي أجمل ثيابك أمامه وهي له الطعام بالوقت المناسب حكيتها شيء ثلاثين نصيحة طبقتهم أم حبه كثير أمت من جهلة شهمت أنه ما حبته إلى نادجة من توجيه المنجمة قالت لها اعتني بهندامك وتنظفي وهيقيله أكله بوقت المناسب حكيت لها أسباب السعادة الزوجية فهي ساعدت بزوجها فإننا الأمور موجودة بالشرع موجودة أي مشكلة في سبب إلغي السبب يذهب العجب في زاوية أخرى دكتور هل يمكن للإنسان أن يأذي الجن يعني أحيانا الناس تقول لك إذا بالدنيا ليل ومنطقة مثلا كصحراء أردت أن تلقي شيء مثلا حجارة أو كذا يعني سم الرحمن بصوت عالي ليستمع إذا كان هنا جن أو ما شابه هل هذا وردتك؟ أنا والله ما مر معي نعم ما مر سيدي فيه إضافات وفيه أشياء نعم لا يعلمها إلا الله أنا بقول بالضبط عندنا في الشام نهر بردة النهر عند ينابيعه ألماس الماء صافي زلال شيء لا يصور بما صبوا المياه سوداء فبطولتك أن تذهب إلى الينبوع والخطأ الكبير أن تشرب في المصب دخل على الدين ما ليس فيه ما هو التجديد في الدين؟ تجديد الدين لا يوجدد دين توقيفي أما التجديد في الدين أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه هاي البطولة هاي غلط وهي غلط وهي ما لا أصل وهي شبهة وهي بدعة فاكتئين عنه أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه هذا التجديد بالدين ونحن لا ننتفع بهذا الدين إلا إذا أزحنا عنه مما ليس منه مليون بدعة فيه مليون وهم مليون وسوسة هاي مشكلتنا لذلك بقول لأخواننا هم تسمع الدرس علم؟ ممتاز خطة الجمعة ممتاز إياك أن تقبل شيء من دون دليل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا نعم يعني دعوة صالحة دعوة جيدة من عالم جيد بتلغي لك مليون قصة بحياتك مليون بتلغي لك نعم نعم دكتور ماذا عن السحر؟ هل يمكن لإنسان أن يسحر إنسان آخر؟ طبعا يسحر يسحر الغافل كيف يعني يسحره دكتور؟ واحد غافي عن الله عز وجل بيجي الشيطان بانتقل من الساحر إلى المسحور بيجي لبسه جني هاي دي السحر لا يكون إلا بالغفلة في غفلة عن الله صار فيه مدخل للشيطان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بعملوا السيئ بسهرة مختلطة بمال حرام بمال ربوي إنما استذلهم ببعض ما كسبوا هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ جلت محاولة هو في رأيين في رأي أن الله قال وما أنت من المسحرين نفي لكن في حديث صحيح أنه سحر الجمع بينهما سهل جدا إما أن تنفي عنه السحر اعتمادا على الآية الكريمة الصريحة القاطعة المانعة وإما أن توفق بين الآية وبين الحديث الذي رواه عاصم أنه سحر يعني سيارة محصنة ضد إطلاق الرصاص أطلق عليها النار لكن ما تأثرت به إطلاقا إما أن تقول لم يطلق عليها أريح لك أو أطلق ولم تتأثر به نعم بس يعني بيقوله أنه سحر ممكن بس ما تأثر فيه ولي قاله ما سحر ألا يأخذه الساحر ما حكمه عند الله دكتور كافر من سحر فقد كفر نعم ومن لجأ إلى ساحر كفر من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد نعم يعني إذا أنا بدأ أنتقم من حدا فأذهب إلى ساحر وأعتقد أنه يستطيع أن يساعدني في ضره فقد كفر هذا كفر بالله بما أنزل على محمد ومن سحر فقد كفر هل لهم من توبة دكتور نعم ممكن أن يدخل بالإسلام الجديد طبعا أبدا نعم نعم بارك الله فيكم دكتورنا الكريم على أن نختم هذا اللقاء أنا أبدأ شكرك على أسئلتك نعم الله يكمل دعلك أردت من هذه الأسئلة أن تبين للناس حقيقة السحر والأسئلة والمعلومات التي تدور على لسان كثير من الناس لنستوضيحها شرعا من فضلتكم مع غياب العلم التوحيدي الصحيح بيقبلوا الناس مليون أكذوبة مليون شطحة مليون افتراء مليون قصة هذه المشكلة نعم أنا أؤكد في ختام الحلقة دكتور ما نوهت له وفضلتكم أكثر من مرة أن الضر والنافع وحده هو الله سبحانه وتعالى وحاشى لله أن يخلقنا وأن يركننا إلى غيره فيضرنا وينفعنا وإنما الله وحده الضر والنافع يعني إذا أسلمك إلى غيرك لا يستحق أن تعبده حشو سعى أكثر لو أسلمك لإنسان بالتأيام طغات بالأرض صحيح لو أسلم أمر هذه الأمة إلى إنسان طاغية وتوهم الإنسان أنه بيأمر أنك الله بيده هذا كمان شرك بالله عزيزي ونقطة الثانية أن الإنس هم موجودون والله سبحانه وتعالى أثبت وجودهم ومنهم مؤمن ومنهم كافر الجن نعم عفوا الجن وبذات الوقت لا يستطيعون لنا حولا ولا قوة إلا إذا أذن ربنا سبحانه وتعالى وما هم بيضارين به من أحد إلا بإذن الله تهى الأمر ونقطة الثالثة أن دور الجن يقتصر على الوسوسة والتزيين والتزييف للحقائق لكن لا يتعدى ذلك يعني لا يتحكم بنا وبإرادتنا وبحواسنا لكن قد يخشى على نفسه الإنسان الغافل البعيد عن ربنا أن يمسه الضر بهذا الجانب ويحصن الإنسان نفسه بالصلوات الخمس وبالأعمال الطيبة وبالرقية وبالذكر وبذكر الرحمن السبحانه وتعالى يعني كل ما هو يقربنا من الرحمة